تصريحات السنوار الأخيرة والتي أشاد فيها بمواقف كل من إيران وقطر وتركيا تشير إلى توجه حماس لتوسيع خياراتها السياسية على ضوء التغيرات في المنطقة وأشار إلى أن المشاريع القطرية والتركية حالت دون سقوط البنى التحتية في غزة وحرص على الإشارة إلى الدفء المتزايد في العلاقة مع إيران ووصفها بأنها ممتازة للغاية في إشارة إلى انتهاء الفتور بنى الطرفين على خلفية الأزمة السورية وموقف حماس من الرئيس السوري بشار الأسد وأشار إلى أن جمهورية الإيرانية هي الداعم الأكبر للقسام بالسلاح والمال وأن العلاقة معها لم تنقطع وتتطور للأفضل منذ الزيارة الأخيرة التي قام فيها وفد من الحركة إلى طهران أعتقد أن إيران قرأت هذه المعادلة بشكل جيد الإشكالية بين إيران وحماس كانت ممثلة بشخص السيد خالد مشعل وبذلك وصول السنوار كقائد عسكري لم تنقطع علاقات كتاب القسام مع إيران منذ زمن منذ أن بدأت الثورة السورية وما تلاها من تداعيات لذلك هذه العلاقة مرتبطة بأكثر من محور المحور الأول المكتب السياسي الجديد المحور الثاني هو مرتبط بالأزمة الخليجية وموقف المملكة العربية السعودية من حركة حماس التي صنفتها على قائمة الإرهاب على لسان وزير الخارجية لجبير البعد الثالث هو مرتبط بحاجة حماس لإيران وحاجة إيران لحماس وفي اللقاء أيضا تطرق السنوار إلى العلاقة مع مصر وأشار إلى حدوث اختراق استراتيجي في العلاقة مع القاهرة وبشأن العلاقة مع القيادي الفتحوي محمد دحلان المعارض لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال السنوار أنه لا مشكلة لدى حماس في التعامل مع دحلان الذي ينسق مع السلطات المصرية لا نستطيع حتى اللحظة أن نجزم أن هذه التفاهمات تسير على قدم وساق هناك وعود مصرية ووعود من النائب محمد دحلان لحركة حماس أعتقد أن المراقب يرى أن هذه الوعود لا يمكن أن تبقى في إطار النظري ينتظر أن تصبح تطبيق على الأرض عبر برامج ومشاريع تنقذ قطاع غزة من واقعه الكارثي الذي يعانيه جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لذلك هذه التفاهمات مستقبلها مرتبط بشكل واضح وصريح خلال الأسابيع القليلة القادمة ما لم تحسم مصر موقفها في معبر رفح وفتح معبر رفح للبضائع والتجار أعتقد أن منطق هذه التفاهمات ومصار هذه التفاهمات ربما يكون إلى المجهول وكانت أنباء قد أشارت إلى تعثر الترتيبات الأمنية بين قطاع غزة ومصر لفتح معبر رفح لتخفيف الحصار عن قطاع غزة وأشارت إلى انزعاج السلطة الفلسطينية من الدور الذي يلعبه دحلان في جهود إعادة المعبر خاصة وأن توجهات السلطة الفلسطينية الأخيرة في تقليص دفع فواتير الكهرباء التي تمد بها إسرائيل قطاع غزة وتعليق دفع رواتب آلاف الموظفين في القطاع تهدف إلى إضعاف قبضة حماس على الحكم في غزة التي فاقت مستويات البطالة فيها 50% السلام عليكم بي بي سي